حكاية الليلة جميلة 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 المعنى الحقيقي متاع امرأة بألف رجل كان اسمه ديماد العبرة ولكن وش فيتلي نتلقينا معاش امرأة بحلقكة صراحة ما كيش شي تعبير من غير هذ الكلمة لحلقة اليوم وش حال هذي مشاركتكم بحال هذه الحكاية يتينها ضب الروح ويذكروا كل امرأة كاتقات اليوم أنه منها عداد أنه مجحو حكاية الليلة متاع واحد شابة قروية أمية غادي تزوج بإنسان بسيط جدا اللي كان لها سند حربوا بزوج حتى كونوا عائلة وتقتلت وطاح توند ومع مرأة ما السلمات واليوم هي إنسانة اللي حاربت الأمية وحاربت أنها تجلس في شركنا وتبقى كانت تحصر على الأيام جولا سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليو تريب سلامي لي كنتم لأنكم تكونوا بخير والأخير وموركم هنية أحوالكم طيبة مؤنستكم الوفية عادت إليكم من جديد أول حاجة قبل ما بدوا في حلقتنا الليلة أريد أن أشكركم بزف 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 لكن مية تعاليق الهائلة اللي خليتوا لي من آخر الفيديو نتعول البارح تعاليق تشبه الأرواح ديالكم شكرا على الطيبوبة ديالكم كنت عارفة أنه عندي ناس ليوم ما رائعين عائلة اللي غزالة ولكن هاد شي تبتوا لي أكثر وأكثر في فيديو نتعول البارح لم تكن بقصودة لأنني انظر السرامة ولكن بعد خلقت الأمور كتوصل الى شخصة عن ضروري حين نظر فيها ولم ينشئ شي موضوع كبير ولكن مجد أن نشرح الأمور كيف يفاش دائرة وما كنت رمي بذلكم شكراً من القلب وتأكدوا بأنكم أحسن عائلة فعلاً وقولاً شكراً لكم لأنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله ونقول لكم لا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب لما تكلفك تشم شعود ولكن تدير معي فرق ونقوم بإمكانك تعليق مع وجهك ونقوم بإمكانك نقطة ونقول لكم لنبدأ أنا سعاد حلت عيني وسط أسرة ما عندهاش ومخصهاش كبرت وسط أخوتي بنا احنا سبعة خمسة ديال دراري وزوج ديال لبنات الأب ديالي خدم على قد الحال الحلقة اللي بخد فيها بزاف أنه ما قررونيش والديدي وأنا صغيرة غادي يقرر أخوتي كاملهم وغادي يخرجوني أنا باش أنا نقابل الكسيبة ديالنا تخيلوا معي من سن سبع سنين وأنا تنخدمي كبرت ودرت 25 عام الوليد ديالي أنا ذاك كان مرض سبع سنين من قبل وما بقى يتمشى ولا يخدم وخلاك أخوتي صغير أخوتي الكبير هو اللي يأخذ المهمة دياله وغادي يقولي بحل الأب ديالنا كي يخدم وكانت تعاونه على الزمان الأم ديالي ما تخدمش أنا اللي تنخدم في الفلحة مع الناس كنخدم في الدار نسرح نحلب وندير كل شيء حاجة الأب ديالي ما بقى شينوت وأنا اللي كنت هزال حمل بزاف وما بدورها كانت تمشي عند خوتها اللي يأتي من الخارج وكطيب لهم وتتخر لهم وتخدمهم باش تجيب لنا ذلك الشيء اللي يقسم الله ولا أعطوها شي حاجة واحد من نهار الأم ديالي غادي تمشي فعلا المدينة أدت شيء زويتة بلدية أنها تبيعها وتعرفت على واحد السيدة اللي باعت لها وقالت لها يلا معي الضر نعطي الفلوس وذلك المرأة لم تتعرفها شمي ولا حتى شيء حاجة من غير ذلك زويتة اللي كانت هي السبب المهم دخلتها وعطتها شربات أتي ولا صحبت من بعد وتتعرفوا على بعضياتهم واحد النهار ديالي المرأة يأتي من البلاد وانتو ماما لي الخير هالسمان هالبيض هالعسل هالخضرة الخير موجود أنا ذاك ملقيت الوليدة ديالي لقيتني غير أنا وشفتني حويتها رجعت ديالي السيدة في حالة واحد النهار ملقتها وقالت لها راكينا واحد المرأة عندها أخوها كتقلب على شيء بنت الناس درويشة وبغت تناسب معك قلت لها أمي إذا بغتوا يأتيوا مرحبا بهم إذا كان في المكتاب حتى أنا بغت لبنتي غير في انت تستقر وتعيش بسلام هذا ما كان فعلا رصتهم مع أمي وقالت لهم أجوا تشوفوا البنت هذك اللي بغتت زوج بيا عنده خطو في أوروبا كانتني تسمى في المغرب وهو ما كانت عنده لأمه ولا أبا وعنده غير خطو سيأتي هو أخوه و أخواتاته وذلك المرأة التي تعرف الوالدة التي كانت السابب جاءوا عندنا وركم عارفين من الزواج الغفلة ما عرفته وما عرفني وكان كبر مني في 19 العام أنا ذاك سيأتي عجبني وعجبته خطبوا لي معند أبا وقال لهم بنتي ضربت معي تمارة وتكرفسات وسرحات ودابة أنا هاد بنتي سأعطيها تزوج حيث باركة حتى إذا أمت سأعطيها لكم سيخطبوني وداروا معي سيمانة سنضروا فيها العقد ومن بعد سنجلس تسع شهور كانت سنوف الوالد أنه يقول لي شيئا لكي أمم يدير لي شيئ حفلة ولكن أبا مازال مريض وراجلي قال لدارنا صافي أنا سأعطي مرطي أمم سأعطي صداقة وحفلة وأنتم بكي حتى يبالي أبا يموت لم يكن أخذت لدي العرس سأقسم الله وخرجت وأنتم بكي وأنتم بحالي عباد الله ويجررني ويغوط غير غوطة وقامت بحالة أمم يجب لي الفطور وقامت بحالة ثلاثة سأتأتي أخي الكبير وقامت بحالة وقامت بحالة وقامت بحالة ويجعلني أربي السيد الذي يعودني على الفقدان والذي رجل السند الذي اعيش معه ويقمت بحالة ويقسم الله حيث أنه يقصم الله لم يكن أرد مرح عايشه سمعها وراء وخامنا وقامنا بمجزة كان لدي أشخاص هنا موستيا ونزل مرحبا وقامت بعض ونقومت بحالة وكانت تشعر قراجة وعودة مع الناس. والحمد لله كانت تعمل صنعة وكل شيء هو هذا. لكن المشكلة لم يكن اعرف نقرأه. لم أكن أعرف اسمتي ولا نصلي وكنت امي فعلا. بقيت مع رجلتي خرجني ودخلني المحاربة الأمي. تمشي وقرأي ودخلني الخياطة. فقد تعلمي وكانت نقسم الله. تخيلوا فهذا يدعطي سفاحة في الخدمة. كانت يكون النص وكانت يخبع لي النص. حتى يجيب ويجيبون لي معه. بقينا هكاك سهل علينا مولانا وجمعنا شي شوية ديال الفلوس ارهنا بيت وكوزينا سفلي وحملت اعطاني ربي بنية وبضرب بك يفيض الخير بشوية 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 بقينا هكاك هو خدام وانا تنخدم ذاك شي ديال الصناعة تنعون راسي المهم كان هزك سيوتي والكسيوة ديال ابنتي بدك يبعد علي شي شوية كمشي كي يخدم في مدن اللي هم مكبار وكان قلت انا وابنتي وغادين مع الوقت حتى غادير تقني ربي بنيتة واحدة اخرى فرح لي يا راجلي ودرنا السبوع وه هوتي الطيار بالفرحة ما تيخلنينيش ندير حتى شي حاجة وحتى صنعه ما خلنيش نخدمها ذاك شي ديال الطرز تيقول لي يا انا بغيتك تعيشي كفي الاميرا ما تخيطي ما تديري والو ولكن انا كنت نخدم بالتخبية غير انا تنشوف جاي ونخبي ذاك الشي باش نعاون راسي وما نكلفش عليه بخيط هكاك حتى الواحد النهار غادي يجي اخويا الكبير وقال لرجلي رواح الدكتور في مدينة بغاشي مساعدة تدير عنده الميناج واش تخلي سعاد مرتك تمشي باش تعاون شي شو لا تخاوت في مقت迅لون لتنتي اخو Experiment لا تنشوف الايت حتى لا اذا ما في الأس alumni رض tactile و kartnehmenź كنشي اخواني فقط إخوانية بالنسبة لي ستخذني نخلي و لغو أن تنشفني لعبت شي معه الاميرا دقي치를iche defendingك ref背 المسلحة وحكو خصوصاء والمخص احسن و أتعرف اهمه حتى الوحد النهار مرات الدار قلت لنا هاكوا فلسكم أنا صافي بغيت داري قلت تنبكي واحد جارتي قلت لي أجي عندي شربي معي كاسدية القيوة هزيت بنتي لي الله تولدات وعندها شهر ومشيت لعندها وبقناتها نهضره وديت كان بكي 9 سنين وانا سكنة عندك السيدة ما سخيش نمشي من عندها وليت عند زوج ديال بنيتات ويد قل لي واحد امرأة كانت معادي كجارتي عليش كاتبكي خالتي راني عييت من رحلة هنا سير هنا راني سكنت في القارة جو في بيوتها وراني سافي عييت ابنيتي أراه والدي شري واحد البراكة ورسيدنا سيعطيهم الدور عليش بنتي حتى انتي لا تشريش البراكة وتسكني فيها وخا خالتي شوفي قولي لرجلك نديكم مع 4 ديالعشية وتشوفي شي براكة وشريها تعاوني انتي وياعلى الزمان تحنم لنا تكشي لي كان رجلي في العشية مع ذك الربعاجة وقلتها ليه صافي سيري حتى انتي قلبي ومنين قالت لك المرأة فيها خير رجعت عن ذك المرأة وقلتها ليها وقالت لي يا صافي لبسي حويجك ودوزي عندي مع ذك ستة مشينا ودخلنا وهم كانوا يعرفون الناس وبدنا كنسولو وقال ليهم ذاك الراجل غادي نبيع لهم البركة بنيتها الفريال ذاك الشي اللي يدرنا تفاهمنا معاه وجمعنا حويجنا شي بديته عندهم في العروبية وقال لي بديته في البركة الصغيرة والضيق رمكينا غير في القلب كانت من اللي يسمع هذه الحكاية يصبروا ويطلبوا الله حتى يتعرفون لماذا وقال ليس كنا تماما وكان رجل يضرب نساعة ديال الطريق أنا كنت كنت ترز كنت نجمع شوية ديال الفلوس سأقول لأمي سأشري سنسلا ونضعها في عنقي نخبي في هذه الباركة فعلا شريتها باربعين الفريال ومنين ما كملتها في الفلوس فعلا شريتها لدهيبي حتى نكملها منين رجلي بعيدة على طريق قلت لي لماذا أخوية هذا العدب كامله سأشري لك بشكلت لما عندي شوية لنشرها أنا سأشريها لك شوف أنا شريت واحد السنسلا ولكني بقي ما زال ما كملتها في الفلوس رجعت عند الدهيبي وقلت لي ما بقيتش بغى أخوية السنسلا محتاجة الفلوس ديالي رد لي فلوسي وجبتهم لي وفرحوا مقدات وفرحة كانت بنتي الكبيرة ديما كانت تشدها لأمي وكانت تدامعها العربية وهو ناط قال لي الوليدة ديك كانت تشدها لأبنتي أنا عندي غير زوجات ما كانت شبعش منهم وأخوة أخوة أنا سأعيض على أمي وتجيبها لك المدينة عند المرأة اللي كنا ساكنين عندها لأنا وديك الكاريان كان حالته فمشا بشكيطة ومسكين طريقة طويلة فرحان دازل السوق قشر الحوت وجاجة وقاعدك اللي تبغيه بنته سأقول لي أمي باللي أنا وطلع على السطح وغسل الحوت ونقاه وشدته شرملاته وجاب البنت داك النهار ما زال بالجمعة في العشية فاش غديجي عندي بدك تشكى بظهره وكرشو اللي كانوا يضروه قلت له نوضع عن الطبيب نشوفه شنو كان ولكن ما بغاش نهار ديال السبت سأتتقجرتي اللي كنت سكتنا عندها الخبار وجوق باش يشوفوه المهم زيان وعجبنا الحال في داك البريريكا محلنا بحال الناس فيها غير زيان وطلع بيلا وكان فرشوه في الأرض فين كان نعسو والحمد لله تنقولوا راحنا محلنا بحال الناس اللي لدينا الحد بزاد عليه الحال ومعنديش فلوس باش أنا ندي الكلينيك ولا حتى الجهد مسكين كان يتوجع وكله يدوز بالدم تنبخة كان مدلي خير البانيو شهي ناس اللي يخلف عليهم هزوه معي وودينا عن الطبيب ونعزت الماء ثلاثة كنت كنت أمشي عنده مع بنتي الصغيرة والبنت الكبيرة كنت كنت أدعى كيف العادة وكنت أمشي من الصباح كنت نزوره فيها وانتقل سنتنا 12 عام وفي العشية كنت نرجع بحالي لأغدله سأمشي عود ثاني عنده كنت يدويه وما في حتى شيء يخير على خير سيقول لأمي عافك خرجيني عندك البلاد رأى عندك العربية فيها الهوان قية وزوينة كتعجبني وانتقل بك اخي خرجة أخي ساكن غير في المدينة سيأتي بنت الكبيرة لها لأنها عيد الميلود قلت له واخا و لكن لا تنسيش أن أجيبهم لي هو الأول كنت نرى الصباح سننوزهم واخا لا تتركهم وما عندما ندخلهم البنت الكبيرة سيتبوسهم والصغيرة لم يددون من فوق من رأسها لأنها كانت غير بيبي كانت أمي تجدها في الطموبيل وكانت ترى خارجة سترى من المورة وكتبكي أنا لقد خرجت وتبعتهم قلت لي أمي سأعييط على أباتي اعطينا فلوسنا هذه السهلة أخيي أنا ذاك لم يدد أن نعيش كانت تنسيوه وانا جاي وانا جاي وانا جاي واخته كانت معنا وانا تظهر حالته يطلب أن نخرجوهم من الصباطر وانا لم يخلنه هذه الطباة تظهر لحال وطلب مني أنه يدخل المرحادة أعزكم الله وصلنا وفي طريقه ستطير على الحال. رجعنا لبلاستو ورجعت فيه شوية الروح. بدت كان غوة كامبكي. لما ستخليني؟ خليتك الله. دارت الزوج ديال الليل. دارت الزوج ديال الليل. وقد دموا الأمنة أمنته. خرجت لي هالروح. وهنا سألت لي يا حياتي. ديك النهار بدأت المعاناة الجولي. ديك النهار تتمت ديال بالصح. فعلا وقولا. مش السند. مش الكتف اللي كان يضرب لي الهم. ويقسم معي كل شي. بنتي الكبيرة كانت عند مرة عمه. ساقوا الخبار. سمعتهم تغوتهم. وتصدمت. حتى كان عزيز على باب السف. سنخرج على بره تنغوت. وخوي عاد جاي. لقاني تنشرق في حوالي. عاد جيتي. هنا سأتي عندي واحد المرأة. الله يجازيها بالخير. وقالت لي يفودني. أنا اللي حسيت بك. خلاليك البنيتة. خاصك تكوني قوية. تكوني مرة ونص. واخذ معي لهم بالحلال. كي يمشي نفاق. وتيجي الرزاق. وهذه الجملة. عمرني منسيتها. سنقرروا إحنا والعائلة. كي ندفنوا عند أمي. حيث هو كان بغي هذا الشيء. 40 يوم. كانوا يزورونا. عند أمي في العربية. رجعت للمدينة. فين كان واحد أخوية. اللي باقي ما مزوج. اللي رباهني تراجلي. نهار اللي مات. سنقلس معاه هو. ويربي لي ابني تاتي. رجعت عند أخوية. كانت تعاون معاه على الكرة. وخليت البركة. واحد النهار جمعت راسي. وقلت له. سنخرج نخدم. تماما. سنخرج للمعاناة. فعلا. عمرني ما خدمت. ولا عرفت تماما. مع راجلي. فعلا. مع دارنا. مع ابو الله يرحمه. ولكن مع راجلي. كنت كنت نديرتها شي حاجة. سنخرج للموقف. اللي كان صعيب بزاف. واللي ما يقدرش يفهمه. إلا اللي مجربه. كان مشي مع ربعة دي الصباح. وما كان نجحت السبعة والثمانية دي اللي شية. كان نجح بخمسين درهم. ما عندما سنقوم بها. بقيتها كابر. وخدمت في معصران تعززيت. وخدمت في الفيرمات. واحد النهار سيدنا. الله يجزي بالخير. سيحتنا الأرض. لكي نبنيو فيها. أنا ذلك. الناس اللي كانوا يكسوا لي يا ابنتي. وكيتها الله فينا. المهم. الحمد لله. كان ولاد الناس. وكنت كان نخدم. وكانت تقاتل. لكي نعيش ابنتي. بقيت بحلاكة. مرة أمشي لبركة. وكانت في أوروبا. وكانت أخي. وقالت لها. سأعطي لبنات سعاد الأوروبا. وانا ذلك. بنتي الصغيرة عندها. يلا شئ 4 شهر. قال يا أخي. ووالو. سأعطي لبنات المرأة. لكي تجدهم معها. يعيشون قيين. ويكبرون. أنا تم بكي. لم أحلتي لراجلي اللي يمشى. لم أحلتي نخدم على بناتي. المهم. مرفضت. لكي لا يفارقوني. سنهزم. ونهرب لبركتي. ولكن دارنا ستبعوني. بقيت كان عاني من ذلك الشي. وتبعوني حتى في طمس بنتي الصغيرة. وهي ما زال في الشي أشهر في البداية ديالها. ونخرج نخدم النهار كامل. وخصني نرجع لعند ابناتي. ونرجع للموقف اللي كان صحيب. المهم بقيت هكي. ودارنا بقوا كي يجمعوا الوراق لبنيتاتي. ستوقف عليها بنت لستي. باش أنا ها. باش أناني. نمشي نكسب ليها عند العدل. والتزام باللي هي اللي غدي تكلف بيهم. جمعنا ذو كل ورقات. ولكن التزام ما زال ما درناش. حتاش هي مشت لأوروبا. وقلت ليها حتى نرجع. دابا غدي يمشي نريق ليشي وراق ديالي. ودك ساعة نتواصل معاك. المهم قد دينا ليهم الباسبورات وراقيهم. حيث أمي قد تزير عليها. وأخوتي حتى هما. وملقيت ماندير فادرت لهم خاطرهم. بقيت كان مشي كنخدم عند الناس. وكان تلف وكان بكي في الخلا. ما شفني حتى شي حد. وكان نرجع في العشية. ما عنديش لقانة لبنتي نهائيا. من بعد ساعة شهور على الموت راجلي. واحد نهار قالوا. اللي بغي يمشي تقيد يخرج لأوروبا. يخدم في الفيرمات. جاء عندي خوية. وقال لي نوضي تقييدي. تقيد. وخرجت لي كونترا. وقلت ليهم أنا. ما بقيتش بغى نمشي. حيث بنتي صغار. عاودوا صناولي. قلت ليهم نفس الجواب. قلتها الختي. والهضراء اللي قلت لها. كانت تعاودها لأمي. وما كانت تخبيهاش. مما عطت لي. وانا مفرصي مما نعاود. صباح ديال الجمعة. فطرنا. ما ننخدمش فيه. حيث عندي فيه روبو. ما كنت خدامة في الفلاحة. مشيت تقديت شي خضيرة. باش نديروه. جاءت للدار. شوية كنسمع دقان في الباب. حليت وقيت أمي. اللي غادي نسلم عليها. وهي تجمع معي بطرشة. وزيرتني منزف ديالي. وقلت لي. خادي تمشي الأوروبا. ولا غادي نقتلك. محلتي البنتي الكبيرة. اللي قد قلت لي. ما بيني أنا وأوروبا. ولا بنتي الصغيرة. اللي بقى صغيرة. ولا الممي. اللي مبزع لي. شي حاجة أنا ما بغاهاش. ما لقيت ماندير. بديت كان بكي. وقلت لأمي. شو بغيت تدابة. غادي تقول لي. خادي تمشي. أنا كنت عارفة إذا رفت. وقلست. غادي نعاني مزيان. وغادي يبقى يهينوني. صباح وعشية. غادي نقول لأمي. تقليد بناتي. علي كنتي. أنا غادي نمشي. وإذا وقع بناتي شي حاجة. ما نسمحش ليكم. عيت الخوية. وهو اللي غادي يخرج معايا. تورو دا كل نهار. جمعوا لي بورق كلهم. خاديت الكنترة. رجعت مع المغرب. مقدة أمري كلها. وتان بكي. حيث مشي هاد الشي اللي باغا. اللي لقيته في الزنقة. كان بكي عليه. من بعد شهر. خرجت لي الفيزا. وعيطوا علينا. وخادي نمشي. خليت بنيتي. ودلع لي عشي. لا راجل الاولاد. لا عائلة. جيت الخارج. ولقيت حوتاني عيالات لي. ومكتر مني. هذي نحمل. اللي كبر من ديالي. عشنا عشر شهور مع بعضياتنا. أنا والعيالات. كان ضربوا في الكرفي. كان بكيوا. كان ضحكوا. وكان تلفوا. كان ضربوا مع الوقت. واحد من نهار. الباترون قال لنا. سوف ترى حالكم. عيط المي. قالت لي. وياك. واش تجي. إذا جيتي. ضبر على راسك. شو كون اللي يشد لك أولادك. فاشنو الحل. ما ترجعيش. سوف نشوف لك شي حد من العائلة. اذا قلسي عنده. حتى تدير ورقاتك. قلسي عند شي ناس. من العائلة ديال المي. مراء وبراجلها. وعددت عندهم واحد البنيتة. كانت عندها 40 يوم. قلسي معهم عام لأخذ مالاريا لوليدات. كان قابل لهم البنت. كان صبن. كان صيق. كان خبز. وما كان دير حتى شي حاجة. حتى كبرت البنت. ودارت عام. واحد النهار. مرت أخوية كتظر معي. أخوية كان في المغرب. وهي كان في أوروبا. سؤلتني. كيف لقيت خدمة. شوفي. أنا. سنضبرك على أنك تجي لهذه البلاد. تخدمي فيها. بقيت كان دعي معه. وكان شكرا. حيث هذا الشي اللي كنت بغى. سأجي راجل خالتها. هو اللي جابني. ودني اللي عندهم. قلست 15 اليوم. ويد قل يا شوفي. عندي واحد خالي. اللي بغيت زوج. إذا بغيت. هو رابل وريقة تدوله. بقيت كان بكي. ورفضته مع جبنيش الحال. ومفارقة على بنيتي. تضغط. ومنشفت حتى عييث. قلت لي هم. اللي بغيت وديروه. جخل هات. فهمنا. زوجت به. وقلست عنده. ودرنا العقد في القنصلية. وقلست معها عام. وحملت. هنا. غادي تداد بنتي الثالثة. ودفعت وراقها. وخرجوا ليها. ودفعنا الضوصي ديالنا. غادي نمرض من بعد 15 اليوم. فتحت. ومالقيش ليش دليا بنتي. من غير واحد الشارتي. غادي تتعيميان في الطبيب. فاش خرجت. دازج بس بنتي من عند ذيك المرأة. لقيت بنتي تبتلات عليا. مشيت لضارين عايزت. ودفعت عندي ديك جارتي. لقد شدت لي بنتي. اللي كانت قاورية. وقفت معايا. أما حتى الراجل. لم يكن في هذا العالم. ديك جارتي قلت لي. سأقول لك واحد الخبار. ويجب لي واحد البرا. فيها الوراق اللي خرجوا لي. بنتي. هي اللي درت لي الوراق. الحمد لله. سأخرجوا لي ورقاتي. وبريت. ونجيب بنيتي من المغرب. ورجعت. وقيت كان خدمة مساعدة. وكانت تقاتل. رجلي الثاني. فعلا دار واحد الخير. انه. عاوني. حتى جبت بنيتي. بعد سنين. دي الفرق عليهم. جبتهم. وكريت واحد دورا ليهم. وخدمت. وهذا كولد الناس. ما تفهمنش أنا وياه. ما تيخدمش. وعطها غير الناس. والحمل. كنت الزغير ببوحدي. غادي انتفرقوا بسلام. وكان فرق لي. هو اتفاقي. بدون مشاكل. أنا اليوم عندي. ثلاثة ديالي. نمسات. اللي كان حمد الله عليهم. وكان شكره عليهم. الكبيرة اليوم. عندها 18 سنة. وانا. بقى مستمرة في الخدمة ديالي. عند الناس. عيشوا بي خير. وما خستنا حتى شي خير. أنا وبنياتي. كان طلب اللي انه. كون ما زيارت ناش ممي. وما خرجوش في عينيهم. ما كنش نوصل للمستوى. اللي وصلت لي اليوم. الحمد لله. ناصحتي للكل ام. ناصحتي لكل انسانة. كتدوز متمارة. صبري. والتوكل على مولانا. والتقاتلي. وربي ما غاديش يخليك. وياك وترك الحرام. لانها ما عندها تشي نفع من غير انها غادي تضرك وتهلكك. وتخسر لي كدوازك مع مولانا. وهذه هي كانت حكايتي. وهذه هي كانت حكاية سعاد يا سادة يا كرام. كيف جاتكم هذه الحكاية جميلة ورائعة وعجباتني. امرأب الف رجل فعلا وقولا. تبارك الله عليها. قاروية. أمية. ولكن تقاتلت. الحمد لله أنا في الأول لقات معا زوج اللي غادي يعود لها الأب ديالها. أنا ما كرفسهش ما تتعداش عليها. ما نزفش طاقة ديالها. ذاك شي اللي خلاها اليوم أنها تقاتل على وديت كل بنيتات. أنا حاجة واحدة. عندي نصيحة واحدة. واحد الخطأ واحد. اللي بلي في هذه القصة والله وأعلم. حتى تقولوا لي يلتحتوا تعليقوش بالصحة ولا لا. هو بنيتها. اليوم تتقول لي أنا بنت الكبيرة عندها 18 لسنة. ما كرتش أنها شي نهار تدير معا شي حوار مع بعضياتهم. لأنه الظروف حكمت علامة مرة ما زوج أنها تخليها. مرة عند جرتها مرة عند مها كل مرة فين. بغيتها تدير معا حوار وتعرف إياك مفهد الوقيتات. دازوا شي أمور اللي هما خايبين. اللي بنت تعقدت من شي حاجة. ربما والله أعلم اللي أنا والش اللي كنسمعه اليوم. فهو خطير جدا. من غير هاد الشي. القصة ديالسعاد أعجبتني بزاف. وكانت منى كل سيدة دابا كتشوفني. كي يبلع بلي أنا ونهاية العالم. وما حسش رصة بلي أنا قدرات زيد لقدام. غادي نقولك تقاتلي. حيش ربي ما تيخلي حتى شي حد. كي يكدو كي يجد. هذه كانت حكايتنا الليلة. ما تنسوش تخليوا تعليق لتحت لسعاد. أنكم تفرحوها. واحد المرأة اللي هي ضريفة ومتواضعة جدا. مكراتكم شأنكم تخليوا تعليق جميلة. بحل وجه ديالكم. والقليبة ديالكم. دونتم في رعاية الله. وحفظوا نتلقوا بعد غدا إن شاء الله. سلام. سلام.